اختي تفضلي بس كي رؤية بدي احكي عليا انه شفت حالي في المنام انه مجعول جوغيت عبدولي يشتري بيق هالمنطقة في بيت آمن نعم فاقصا عتفكر نشيط عند عالم ثاني نعم فعبدولي ليز بعثاني انه بنتي الوحيدة ماتي لا طيب طلعت من عندون فلاقي ابني اللي توفى ومع واحد مع اخوه الضغير طيب بيقلي انه انا سيشتري بيت بخمسة وستين الف بقال له ماذا تتفون اوخمسة وستين الف وشو خمسة وستين الف وشو خمسة وستين الف فقط هه وقال لي خمسة وعثمين دولار وخمسة وعثمين دولار ايوه ايوه يوقفه ثاني وانت في الحقيقة الواقع ابنك حي او لا توفى الله طوي عمراء او الله يرحمكم جميعين لا توفى قريبان توفى او من زمان الله يرحم يا رب ويتغمد روح الجنة ويكون مضمنا الشهداء وبالنسبة للبنت شو بضعها لا الحمد لله ما فيها شي ما فيها شي طبيعيا عندها خطوبة أو زواج كان وتوقف بسبب وفاة أخوها عندها أبناء وبنات من زوجها حامل على الأغلب هي حامل بولد والله أعلم على الأغلب فلو تسموه باسم المتوفي الله يرحمه يكون خير لأنه في علاقة بين المرأة وبين الرجل وفاتها في الحلم معناتها بداية جديدة وهي الحمل فهو ظهر عطول فأنا أتوقع شو كان اسمها الله يرحمه نعم شو كان اسم الولد الله يرحمه عبد القادر لا إله إلا الله لو تسمي ابنها لو أمكن تتفاهم مع زوج البنت إنه لو يسمي الابن هو الأغلب ابن والله أعلم بعبد القادر وبالنسبة لخمسة وعشرين يعني هو أعتقد لا يعتدد لأنه شهيد عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ولكن هو أمر صغير تقومون فيه ولكنه كبير عنده ربما هو هذا يعني خمسة وستين ألف بيت في الجنة هو أمر كبير جدا ولكن تقومون له بأمر صغير يفتح عليه هذا البيت في الجنة أو هذا المكان في الجنة فإما أن تقرأوا له القرآن وتختموه لإسمه والله أعلم وإما أن تصدقوا لبعض الفقراء المساكين ولإسمه عن روحه يعني وإما من هذه الأمور التي تخرج لمن فقدناهم ورحلوا عنا أخت الكريمة هذا والله أعلم والله أعلم وطبعا هنا الاسم ليس مضطرين وليس إجباري أن تسمي البنت ابنها باسم المتوفي ولكنه أنا أربط العلاقة بينهم فقط لا أكثر ولا أقل كأنه يقول أن بنتك سوف يأتيها عوض عني كأنه يقول في الحال أن ابنتك سوف يأتيكم عن طريقها عوض عنه والله أعلم